هذا وتواصل دولة العمل على النهود بمختلف القطاعات الحيوية داعمة للاقتصاد القومية ومن بينها القطاع الصناعي ويشهد القطاع الصناعي طفرة كبيرة على صعيد الدعم الحكومي المقدم والتسهيلات الممنوحة لتحقيق المستهدافات المرجوة من القطاع تحديات كبيرة وأزمات متلاحقة يشهدها العالم خلال الفترة الرهنة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وما ينبثق عنها من عوائق على مستوى الانتاج وارتفاع الأسعار في العالم من هذا المنطلق فطنت الدولة المصرية ومنذ سنوات لأهمية دعم القطاع الصناعي بكل ما يلزم لتطويره بما يتواكب مع أحدث ما يشهده المجال وإنجاحه بما يعود بالنفع على المصنعين والمستهلكين والاقتصاد القومي ككل اهتمام الدولة بقطاع الصناعة تمثل في عدد من الإجراءات من بينها لاستمرار في تمويل بعض المبادرات كتحمل الخزانة العامة أعباء خفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية بتكلفة سنوية تقدرية تبلغ نحو خمسة مليارات جنيه علاوة على التزام الحكومة برد الأعباء التصدرية المتأخرة وتأتي عملية توطين الصناعات للاعتماد على المنتج المحلي ضمن أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الدولة من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية وفي هذا الإطار عملت الدولة على حصر البنود الجمركية التي يتم العمل على تصنعها محلياً وإتاحة فرص استثمارية أمام مجتمع الأعمال كبدائل عن الاستراد إلى جانب دعم القطاعات في الصناعات الصغيرة بأكثر من 6 مليارات جنيه سنوياً بالإضافة إلى إنشاء المجمعات الصناعية بالمحافظات وتسهيل إجراءات التخصيص والحصول على الوحدات الصناعية بهذه المجمعات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 كان بمثابة منصة فعالة لمزيد من الاطلاع على احتياجات القطاع الصناعي ومساعدته على تحقيق المستهدفات المرجوة وهو ما تحقق من خلال ما خرج به المؤتمر من توصيات من بينها سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية واستهدف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي وتسهيل إجراءات النفاذ للأسواق الجديدة وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية إذن هي حلقات متواصلة من نهج حكومي واضح بتوجهات من القيادة السياسية لمساندة ودعم احتياجات القطاع الصناعي الذي طالما كان ومزال العمود الفقري لنهضة الأمة وضمانة لمستقبل تنشده الجمهورية الجديدة ترجمة نانسي قنقر